نحو ألف شجرة تموت يوميا في ديالة مفاجأة أخرى من العيار الثقيل فجرها رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالة السابق حق الجبوري حيث يكشف هذا الإعلان عن وجه من أوجه الكارثة البيئية الناجمة عن جفاف المياه في المحافظة الجبوري قال إن صيف عام 2022 هو الأخطر على واقع الزراعة منذ عام 2003 بسبب الجفاف وانحسار تدفق مياه نهر ديالة بنسبة تجاوزت 90% يضاف إليه انخفاض خزين بحيرة حمرين لأعلى مستوياته ما يعني تضاؤل تأمين الحد الأدنى من مياه السقي وسط مطالبات بإعلان حالة الطوارئ في ديالة لتوفير بدائل للمياه إن وجدت مطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة شبح الجفاف ليس بالأمر المفاجئ خاصة بعد اعتراف وزارة الزراعة الحالية بأن العراق فقد خلال الأعوام العشرة الماضية مليونين وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف دونم من الغطاء النباتي الأخضر إضافة إلى جفاف العديد من البحيرات الطبيعية وأبرزها بحيرة ساوة في المثنى مسلسل انتكاس واقع الزراعة والري في العراق تفاقم بعد قطع إيران أغلب روافد الأنهار عن العراق وتحويل مجاري أنهار أخرى داخل أراضيها منذ عام 2019 إضافة إلى إنشائها ثمانية سدود جديدة على نهر سيروان أحد روافد نهر دجلة ما تسبب بانخفاض مياه سدر بندخان الذي يوفر جزءا كبيرا من مياه الشرب والسقي في ديالا بحسب المحافظ مثنات ميمي معطيات أجبرت مديرية الموارد المائية في ديالا على إلغاء الخطة الزراعية الصيفية واعتماد إجراءات تقشفية حادة لمواجهة شح المياه ليجد الكثير من الفلاحين أنفسهم مضطرين لبيع أجزاء من أراضيهم للحصول على مبالغ مالية تؤمن لهم لقمة العيش فيما ذهب آخرون إلى محافظات أخرى بحثا عن العمل بعد من عكست آثار الجفاف سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية